رأيت في المنام أدعس على تمره فتخرج منها فأرة بإذن الله رح تتزوج بامرأة صالحة تلد لك بنتا فاسقة رأيت في المنام أحرث أرضا لا تنبت اعتزل امرأتك يا أخي رأيت في المنام كأني أبول دما اتق الله ولا تأتي زوجتك وهي حائض رأيت في المنام بطة معت ثلاث فراخ أمسكت بالبطة وفاتتني الفراخ يا أخي أنت تصلي العشاء وتنام عن الوتر رأيت في المنام كأن لحيتي طالت فقصيتها ونسجتها وبعتها في السوق اتق الله ولا تشهد شهادة زور رأيت في المنام كأني وجاري سوداء نأكل من قصعة فيها صدر سمكة لعله رجل يشاركك في أهل بيتك فانتبه رأيت في المنام كأني أطير بين السماء والأرض يا أخي أنت تكثر الأماني رأيت في المنام كأني ألعق عسلا وهذا العسل في زجاج من جواهر عد للقرآن يا أخي يلي نسيت بعض محفظته رأيت في المنام صبيا في حضني وهو يصيح اتق الله ولا تعزف على العود ولا تسمع له رأيت في المنام ملك الموت فسألته كم بقي من عمري فأشار إلي بأصابعه الخمس إنما يريد ملك الموت أن يقول لك سؤالك من الخمسة أمور التي لا يعلمهن إلا الله يا جماعة والله وبالله وتله أنا ما بفسر منامات ولا حدا يتعزب ويكتب لي منامات أنا ما بفسر أنا فقط نقلت بعض تفسيرات ابن سيرين ولتحرر عنه هذا والله أعلم سلام عليكم